اشتركوا في القناة الامنية بين اجرتين السعودية وايران اعلنت في بيجين في وقت توجهت فيه انظار المراقبين والمحللين للتكهن باتفاق تطبيع وشيك بين السعودية والاحتلال جاء البيان الثلاثي الصيني السعودي الايراني ليفاجئ كل الاوساط بولادة حلف جديد مغير تماما لكل التوقعات عربيا لاقى البيان ترحيبا مطلق ونزل كالسعق على رؤوس قادة الاحتلال منصات وانطلاقا من مراقبتها للتقارب الملحوظ بين دول الهلال الخصيب ومساعي ترميم العلاقات الدبلوماسية مع العراق وسوريا كانت جهودنا مدار بحث نوجه اسئلتنا في كل حواراتنا السياسية بان عودة العلاقات مع الدول التي تلعب فيها ايران دور سياسي وعسكري سيفرض على الدول التي تسعى لترميم واعادة بناء علاقاتها مع سوريا والعراق تفاهمات مع ايران رغم القطيعة الدبلوماسية ونتيجة عدم توفر معلومات كانت الاجابات تنحصر بالتأييد فقط لاي تفاهمات مع ايران الرئيس بايدن عقب بتصريح مقتضب على اتفاقية ايران السعودية وقال قالها على مضت كلما كانت علاقات اسرائيل وجيرانها افضل كان ذلك افضل للجميع اما سافير امريكا السابق لدى الاحتلال دانييل شبيرو عقب على الاتفاقية في جلسة استماع بالكونغرس ان اتفاقيات التطبيع مع اسرائيل توجه تحديات جديدة ابرزها الدعم المنخفض للتطبيع وتراجع شعبيتها المملكة الاردنية الهاشمية التي تسعى لترميم علاقاتها بالجارتين سوريا والعراق والسعي لبناء حلف عربي جديد رحبت على لسان خارجياتها في استئناف العلاقات الدبلوماسية بين اجارتين وثمنت دور عمان والعراق في التوصل لهذا الاتفاق واعربت عن املها بان تسهم هذه الخطوة بتعزيز الامن والاستقرار في المنطقة بما يحفظ سيادة الدول وعدم التدخل بشؤونها الداخلية وبما يخدم المصالح المشتركة خور الإعلان عن بيان عودة العلاقات رد كبير مفاوضي جماعة الحوثي اليمنية محمد عبد السلام بأن المنطقة بحاجة لاستئناف العلاقات الطبعية بين دولها حتى تستعيد الأمة الإسلامية أمنها المفقود نتيجة التدخل الأجنبي الذي عمل على الاستثمار في الخلافات الإقليمية واتخذ الفزاعة الإيرانية لإثارة النزاعات للعدوان على اليمن الخارجية العمانية التي بدلت مساعي استمرت سنوات للمصالحة رحبت بهذا الاتفاق وأعربت عن أملها بأن تسهم هذه الخطوة في تعزيز ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة العراق أيضا كشف البيان أنه لعب دورا محوري لتقريب وجهات النظر بين الجارتين اعتبرت العراق أن الاتفاق تتويج لجهود قامت فيها العراق لسنوات ورحبت بفتح صفحة جديدة من العلاقات بين الجارتين بعد سبع سنوات من الخصام الخارجية المصرية قالت نتطلع أن يسهم اتفاق طهران والرياض في تخفيف حدة التوتر بالمنطقة كما أكدت الخارجية الكويتية دعم الكويت للاتفاق وعربت عن أملها بأن يسهم في تعزيز ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة وبناء ثقة وتطوير لعلاقات الصداقة بين كلا الطرفين الشارع الإسرائيلي الذي يشهد انقساما وتوتر أمني غير مسبوك تلقى بيان الاتفاق بتبادل الاتهامات بين قياداته في روما التي يتواجد فيها نتنياهو إلى المعارضة في تل الربيع بعدما كانوا يلمحون بأن اتفاق وشيك للتطبيع مع كيانهم والسعودية على وشك التوقيع المسؤولين الإسرائيليين المرافقين لنتنياهو في روما أوجزوا للصحفيين بأن الاتفاق جاء نتيجة ضعف بايدن وبينت ولبيد في التعامل مع إيران خلال الحكومات السابقة أما رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينت اعتبر أن الاتفاق تطور خطير لإسرائيل وانتصار سياسي لإيران وضرب وصفها بالقاتلة لجهود بناء تحالف إقليمي ضد إيران وقال هذا فشل ذريع لحكومة نتنياهو وإهمال سياسي وضعف عام يائير لبيد رئيس الوزراء السابق وصف الاتفاق بأنه فشل كامل وخطير للسياسة الخارجية لحكومة نتنياهو وأنه انهيار لجدار الدفاع الإقليمي الذي بدأت إسرائيل ببنائه فحيفة يديعوت أحرانوت الإسرائيلية اعتبرت اتفاق عودة العلاقات صفعة قوية في وجه الولايات المتحدة وقالت يجب على أمريكا أن تقلك أكثر على إسرائيل وأن هذا الاتفاق بمثابة تحدي لها وضرب لمكانتها بالمنطقة وأن الصين حققت نجاحا دبلوماسيا وهي المستفيد الأكبر اتفاق سيترتب عليه أحداث كثيرة في المنطقة العربية وتشهد انفراجا في علاقات الدول العربية وإعادة اللحمة بعد قطيعة استمرت واستثمرت لعدة سنوات فالسعودية دولة تمتلك مقاومات القيادة ودورها مؤثر ومحوري بالمنطقة وإيران حاضرة سياسيا وعسكريا في أكثر المناطق سخونة كاليمن وسوريا والعراق ولبنان وفلسطين والصين قطب يفرض سيطرته بقوة ويلقى قبول عربي مطلق يسعى لدور له من خلال حلف جديد ستشهده المنطقة كقطب جديد يقلص دور الولايات المتحدة وهيمنتها في الشرق الأوسط من منصة بالعربي وكما وعدناكم مستمرون معكم بالمتابعة والتحليل والتغطية وكونوا معي أنا محمد أبو أعمر بالحلقات القادمة اشتركوا في القناة